مرحبا مواليد برش الحوت معكم كارمن شماس كيف وديكون الأسبوع من الثانية 28 أدار مارس للأحد الثلاثين يسين أبريل شوفي عنا بهذا الأسبوع هذا الأسبوع في عنا التقاء أو تراصف بين الأمر والشمس تراصف الأمر والشمس رح بيكون يوم الجمعة 9 صباحا توقيت بيروت الصيفي الشمس طبعا موجود ببرش الحمل يلي هو بيت المال بالنسبة لألكم بيت الطاقات الكبيرة بيت الثقة بالنفس والكبرياء والشهامة وكل شيء أنتو بتقطسوه بتعتبروه كتير مهم بالنسبة لألكم سواء كانت الثقافة سواء كانت نفسيتكن سواء كانت معطيات لعنكم إياها المهارات لعنكم إياها أموالكم حساباتكم كل هذه الأمور الثانية 28 أدار مارس الأمر موجود وين في برج التلو البيت رقم 12 الهدوء مسيطر يوم الاثنين فما تتوقعوا تغييرات كبيرة بالعكس تماما يمكن يكون فيه هدوء يمكن يكون فيه تراجع يمكن يكون فيه عدم تعاون معكم يمكن تكونوا حسين حالكم نعسنين دبلانين تعبنين ما يكون جدد تعملوا شيء من المستحسن ما تعملوا شيء تلاتة الأربعة والخميس حتى 12 ونص الظهر توقيت بيروت الصيفي الأمر وين بيكون؟ الأمر بيكون ببرجكم بيوصل الأمر لبرج الحوت وتتغير المعطيات بشكل كتير كبير بشكل كتير إيجابي بشكل كتير مميز لألكم تقريبا كل شيء تشتغلوا عليه بيصير وبيتم تأثير الأمر من برجنا كتير مهم الطاقة اللي بتوصل كتير فعالة مفعلة للأمور اللي انتو بتبدأوا فيها أو بتفكروا فيها كل شيء تقريبا بيتيسر الأمور يلي هي من نصيبكن تحصلوا عليها كمان الأمور من نصيبكن يلي انتو يمكن مفكرين أنه ما راح تصير تنقول مثلا عاملين تنقول راحين تطلبوا شيء من حدا أو بيكون تطلبوا موعد ما بيعطوكن موعد هيدا معناتها لو لألكم هذا الموعد لولا صالحكم كنتو أخدتو لذلك كل شيء بتتم تحت تأثير الأمر من برش الحوت بتكون تاخدوه مثل ما هو الخميس 12 ونص الظهر توقيد بيروت الأمر بيترك برشكن وبيروح لبرش الحمل بيلتقي بالشمس 9 ونص صباح الجمعة وبيبقى ببرش الحمل السبت كل السبت حتى 8 المساء توقيد بيروت وجود الأمر في برش الحمل هو بمثابة دعم لألكم منو مش عم بيقلل أبدا من طاقاتكن الأجوبة اللي أخدتوها المسائل اللي توضحت عنكن لما الأمر كان ببرش الحوت هلأ هي تكملة لألكم مرحلة الأمر ببرش الحمل لأنه أمر جديد بداية لتفكير جديد لمعتقد جديد لفكرة ولبروغرام لبرمجة جديدة مختلفة لحياتكن كيف بدكن ترتبوا حياتكن حياتكن اليومية حياتكن المالية حياتكن الروتينية كل هالأمور تبلشوا تفكروا فيها مع احتمال أيضا تفكروا بهالناس اللي من حولكن شو القيمة المضافة لألكم في ناس رح تقتنعوا أنه فعلا هاي دي ناس لأن تبقى على الهامش ما نفعت وفي ناس أكيد تبتعدوا عنها لأنه بتكتشفوا أنه ضرتكن وسمعتوا عنها إشياء مش لألكم انتبهوا من المصاريف لأنه أمر جديد في بيت المال يمكن يكون فيه مصدر مال لألكم يمكن يكون فيه مصدر ربح لألكم الأحد ثلاث أو يمكن يكون تكريم لألكم بتحصلوا أو حدا بيقلكم كلمة بتخليكن تحسوا أنه أنتوا قد الدنيا الأحد ثلاثة نيسان عبريل أمر ببرج الثور من أقوى الطاقات لما الأمر يكون برج الثور بيعطيكم طاقات فكرية جسدية مهمة جدا أنتم الأقوى وما حدا بيقدر يكون قدكن كتير مهم وجود الأمر في برج الثور لأنه بيعطي جرأة لموالي برش الحوت اللي أحيانا بيكونوا حساسين أو بيكونوا خجولين الأكثر حظا طاقات كوكب المشتري الرائع تصل هذا الأسبوع لتوصل لتعطي حظة لمواليد 11-12-13 أدار مارس بدي أتمنى لكم أسبوع حلو نلتقم على الأبراج اليومية للمزيد من هذه التفاصيل باي باي ترجمة نانسي قنقر